جدا جدا أن يتم بهذا الشكل يا كابتن فرقة معلش ما تزعلش مني فرقة زي أسوان والمحلة الناس دي هتعمل إيه يعني فرقة زي أسوان كمان تعمل إيه أسوان يتتحمل إيه أسوان تكاليف مسحات في إيه ده الناس مش عارفين يعملوا تنقلات يعني موضوع صعب جدا أنا مش عايز أسمي الفرقة لأن أنت حضرتك على كويس أوي أن كل نادي بيصرف على قد مصرفاته طبعا طبعا لو جيت للنادي الأهلي برضو بيقول لك مصرفات عودت لعيبته كبيرة بالضبط ولو جيت للنادي أقول لك مصرفات عودت لعيبته كبيرة يعني التغيب يعني كل نادي جي مقرراته ومادياته اللي هو بيشتغل عليهم ما ن ما نقدرش نقول أسوان وما نقدرش نقول إمبي وما نقدرس نقول مقصها عشان بحب أسوان ونتَعطت مع أسوان عشان كده ذكرت أسوان وما إنهما كلنا بنحب أسوان طيب كريم فؤاد حراك هتدفعه الفلوس وتخلصوه هيبقى لعب في أمبي حاليا مجلس الإدارة بيدرس كيفية تدبير المبلغ لأن المبلغ كبير جدا 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 علينا في الوقت الحالي 15 مليون هو مش كتير على الكريم لا هو مش كتير يا فندم لأن حراك هتستثمر فيه لأنه هو لعب مطلوب في جهات كتيرة جدا هو لك ماشي بس الفلوس مش متوفرة ايه بس هتلاقيها يعني انت وفرها وحراك هتلاقي الفلوس وهجي لك الضعف هو ده اللي مجلس الإدارة بيدرسه في الوقت الحالي حقيقي يعني بالتوفيق ليكو أستاذ عبناصر هتلعبوا ماتش الطلاقة ولا فيه حاجة تحصل ماتش الطلاقة يتأجل في الغالب ليوم الجمعة أكيد خلاص ده أجواب نهاي والله يعني يعني أعتقد ذلك يعني أنا جواب رسمي يعني إن شاء الله نروح أستطفل بالتوفيق ليكو بحييكو بحيي فرقة أم بالسنة دي عاملة يعني شكل رائع ترجمة نانسي قنقر